اصدقائي المشاهدين اخذنا من خصائص الصوت المدى الصوتي والاتساع الصوتي وعرفنا ان المدى الصوتي هي خاصية طولية للصوت وهي اللي بتحدد عدد الدربات والطبقات اللي ممكن الواحد يأديها وان الاتساع الصوتي صفة عرضية للصوت وهي بتعتمد اعتماد كامل على التركيب الحنجري وسنك الاحبال الصوتية النهاردة الصفة الثالثة او الخاصية الثالثة من خصائص الصوت وهي مساحة الصوت يعني ايه مساحة الصوت؟ مساحة الصوت هي المدى والاتساع مجموعين على بعض اي يقصد بها مجموع المساحتين الطولية والعرضية للصوت وبالطبع فان كل ما المساحة الصوتية للصوت كبرت كل ما قدرات الصوت قدرات الشخص الصوتية بقت اكبر لان المدى الصوتي عدد الطبقات اللي بيقدر يجيبها اكبر وصوته فيه رخامة احسن وبالتالي المساحة الصوتية مهمة جدا اياسها مهم جدا وهنقيسه في فيديو جاي وتمرينها مهم جدا عن طريق تمرين الفوكاليس والتمرين اللي هنذكرها في الحلقات الجاية تابعونا ان شاء الله هتلاقي كل جديد وهنفصل بالتفصيل كل خاصية ازاي نزودها استنونا في الحلقة الجاية والخاصية جديدة من خصائص الصوت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، كومنت، سبسكرايب وشير لان هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتقدر من خلالها انك تدعمني بيها ان انا اكمل شرح الفيديوهات دي اي سؤال او استفسار تقدروا تتواصلوا معي على وسائل التواصل الظهر امامكو على الشاشة واستنوا الجديد من الفيديوهات اشتركوا في القناة